يصل العراق في الأيام الأخيرة من شهر تموز إلى تخطي حاجز المائة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد الفيروس الذي يجد العراق مرتعا لانتشاره السريع نتيجة هلاك البنية الصحية عدد الوفيات الذي قفز عن حاجز أربعة آلاف حالة وفاة بدأ يؤشر لخطورة تتمثل في احتمالية انتشار الفيروس بموجات متتالية وأشد خطورة بين العراقيين وهو ما جرى الحديث عنه سابقا حيث أن عدادا كبير من المواطنين لا تلتزم بالإجراءات الوقائية فيما يقع السبب الآخر على صعوبة فرض حظر شامل مستمر إذ يعاني الاقتصاد من حالة ركودا خطيرة مسؤولون ومراقبون صحيون في العراق يذهبون لاعتماد توقعات تكشف عن إصابة 75% من المواطنين بالوباء الفتاك كما أن نهج مناعة القطيع أمام فرصة كبيرة للتطبيق إذن في الحالتين تضيع فرص ضبط الفيروس وانتشاره المتسارع وفي ظل الحديث مؤخرا عن مساعدات إيرانية والأخيرة موبوءة بالفيروس بشكل كبير جدا يجد العراقي نفسه محاطا بأسباب تزيد فرصة إصاباته بمرض كوفيد-19 رغم أن جهود ملائكة الرحمة والكوادر الطبية على مدار الساعة دون كلل أو ملل تحاول تقليص أعداد الإصابات إلى أن التوجه نحو مناعة القطيع يراه مراقبون ضرورة في ظل عاقة حركة البلاد في الاقتصاد والتجارة والسياحة والسفر ترجمة نانسي قنقر